السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبدالقادر فتح الله من قناة Teach Me Please شباب الصف الثامن تخرنا عليكم إن شاء الله عندنا أخبار كويسة والنهاردة أول حلقة من حلقات المراجعة بالنسبة للكلمات فانتظرونا إن شاء الله حنبدأ مع بعض المراجعة مراجعة الكلمات بالسؤال الأول والنمط الأول من الأسئلة وسؤال أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة من القائمة تعالوا نقرأ مع بعض الكلمات تعالوا نقرأ مع بعض رقم واحد فكر معايا كده ونحاول نقول الكلمة المناسبة مع الجملة الأولى الكلمات كلها واضحة إن شاء الله وحنترجمها في نهاية التدريب أعطيتك الفرصة الكافية والوقت الكافي خلينا نجاوب يبقى الإجابة عندنا هنا بطاقة الإثمان أو بطاقة الدفع نفكر مع بعض الكلمات الكلمات فكر معايا بسرعة وركز الإجابة يعني وسيلة سهلة للدفع يبقى كريدت كارد معناها سهلة المنال أو سهلة نفكر مع بعض التكنولوجيا بتاعت إيه؟ الخاصة بإيه؟ مثل الملابس الزكية يبقى على طول حنفكر في كلمة تكنولوجيا الملبوسة يمكن لبسه نمبر فور التدخين فكر كده كلنا نقرح التدخين يمنع يحضر يحرم في الأماكن العامة نظر إلى نمبر فايف لماذا يحضر الناس مع المال؟ فكر مع بعض الناس كلها ملحة بالفلوس لماذا يحضر الناس مع المال؟ مهووسة طيب إحنا كده خلصنا مع بعض النمط الأول من السؤال اللي هو سؤال ننتقل نمبر 2 نفس النمط إن شاء الله معانا تاني نقرأ الكلمات نفكر كده مع بعض طرق إيه للمشاه تبنى على الطريق بطول الطريق نظر إلى نمبر 2 الناس في الماضي ما كانش عندهم أي من التواصل أو الاتصال الناس في الماضي ما كانش عندهم أي من التواصل أو الاتصال ليس عندهم أي وسيلة من وسائل التواصل نظر إلى نمبر 3 يعني صوت خطوات أقدامه كلما بعد تذهب أو تختفي أو تتلاشى هنقول إيه؟ فكر معايا الإجابة سهلة وبسيطة وعاوزين تفاعل شوية مع بعض بالتدريق تتلاشى لكثيرا نظر إلى نمبر 4 ميديا ميديا كلمة معروفة وسهلة ميديا ميديا هي من أهم الطرق المفيدة بالنسبة للتواصل هي عبارة عن إيه؟ ميديا ها نفكر مع بعض كده ونقول ميديا ميديا اللي هي تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي نوم نوم تأخر لا يعني أنك خالي من المسئوليات طيب النمط الثالث معنا النهاردة وهو سؤال نرى الكلمات نرى الكلمات نفكر كلنا عوزين نقول ايه ان التعلم الانجليزي مهم جدا للحصول على وظيفة جيدة الراتب الطلاب على قدران المدارس فكر معي اليقرة سهلة فكرت ليس مسموح لهم جودة نوعية نوعية 4. It was his first watch on TV as president. تفكر معي. أول إيه له على التلفزيون كرئيس. It was his first on TV as president. Okay. It was his first appearance. أول ظهور له on TV as president كرئيس. Okay. Look at number 5. If you haven't heard by Friday, I am not coming. Okay. So الإجابة هنا إيه؟ إذا ما سمعتش مني بحلول يوم الجمعة. I am not coming. إعرف إن أنا مش جاي. يبقى على طول حتفكر في كلمة إيه؟ الإجابة سهلة وبسيطة. If you haven't heard by Friday, assume that I am not coming. Accept. إفهم إن أنا مش حاجي. إقبل إن أنا مش جاي. Okay. So. كده يا شباب إحنا انتهينا من 15 جملة من سؤال fill in the spaces. وإن شاء الله عندنا 10 جمل على أسئلة choose the correct answer. هنحلوهم إن شاء الله بعد فاصل قصير فانتظرونا. Welcome back my dear students. دلوقتي هنكمل حلقتنا مع سؤال choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. وانت عرف النمط ده كويس. وحليت عليه قبل كده. Look at number one. Two. Your credit card. You need to call the client's service. طيب. Client's service اللي هي خدمة العملاء. وطبعا credit card من التدريبات السابقة. عرفنا إن هي بطاقة الاقتمان. طيب. Two. Your credit card. You need to call the client's service. طيب. نفكر ونقرأ الكلمات مع بعض. Gather. Activate. Involve. Emphasize. يبقى احنا كده علشان. A credit card. You need to call. أوكي. If you want to activate. To activate. Your credit card. You need to call the client's service. أوكي. To activate. معناها اللي كي تفاعل. تنشط. أوكي. Gather. معناها يجمع أو يجتمع. Activate. قلنا. ينشط أو يفاعل. Involve. معناها يشرك. أوكي. Emphasize. معناها يؤكد. أوكي. Look at number two. Some people are so with their kids. That's too horrible. بعض الناس are so with their kids. أبنائهم. That's horrible. Horrible. يعني فضيع. شيء فضيع. يبا احنا بنتكلم عن صفة سلبية. Some people are so cruel. Talented. Handy. Original. نفكر كده مع بعض الإجابة سهلة. وأن horrible فضيع. يبقى الكلمة المناسبة هنا في الجملة. Cruel. Cruel. يعني قاسي. طيب بقى المعاني. Salented. ما هو. Original. يعني أصلي. متسامح. Let's move on to number three. To be and tolerant. Are enough to be a good friend. To be a and tolerant. لأول tolerant يعني متسامح. Are enough to be a good friend. If you want to be a good friend. You must be tolerant and. تعالوا نقرأ الكلمات. Cruel. Original. Handy. Modest. فكر معايا. طبعا احنا عاوزين صفة إيجابية علشان تكون صديق كويس. لازم تكون متسامح وإيه. فكر. إيجابة عندنا. Modest. Modest. معناها متواضع. طب handy. معناها سهل أو مفيد. Original. يعني أصلي. طب cruel. يعني قاسي. Okay. So let's move on to number four. All the people are experienced. They have a lot of what and experiments. طبعا تعال ناخد بعض الكلمات. Experienced. خبرة. ذو خبرة. Experiments. تجارب. As we know. All the people are experienced. They have a lot of what. Of. Application. ولا expert. ولا attitude. ولا wisdom. طيب نبدأ. يبقى الإجابة بتاعتنا إيه. ها فكرنا. طيب قولوا. يبقى wisdom. All the people are experienced. They have a lot of wisdom. and experiments. طيب نترجم مع بعض الكلمات. Application. تطبيق. Expert. يعني خبير. attitude. يعني موقف. wisdom. يعني حكمة. Okay. Let's move on to number five. Obama was a talented and sophisticated man. طبعا. expert. ولا president. ولا chairman. ولا attitude. نفكر كده مع بعض. المعاني. هنقولها بعد الإجابة. أوباما. طبعا شخصية معروفة. كان إيه. يبقى حنقول. president. president. معناها رئيس. طب نشوف بقي المعاني. expert. يعني خبير. president. رئيس. قول معايا. chairman. يعني رئيس نادوة. رئيس مؤتمر. رئيس مهرجان. ماشي. attitude. يعني موقف. نحن نفتح بقية المعاني. نحن نفتح بقية المعاني. نحن نفتح بقية المعاني. آخر تمريب معنا النهاردة يا شباب. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. number one. our principal has a personality. at school. المدير المدرسة. الناظر. شخصيته إيه. at school. تعالوا ناخد الإجابات. influential. wearable. handy. obsessed. نفكر كده في المعاني مع بعض. our principal has a personality at school. حنفكر في كلمة personality شخصية إيه. فحنقول إيه. influential personality at school. يعني شخصية مؤثرة في المدرسة. أوكي. خلينا نقول المعاني. influential. مؤثر. wearable. ملبوس. أو يمكن ارتداءه. handy. يعني سهل أو مفيد. obsessed. يعني مهبوس. number two. in kuwait. people suffer from. and high temperature. in the summer. people in kuwait. suffer from what. and high temperature. you know. high temperature. يعني درجة حرارة مرتفعة. طب إيه كمان بنعاني منه في الكويت. application. humidity. bracelet. narration. نفكر كده مع بعض. ايه اللي دايما ييجي معا. high temperature. على طول هي. humidity. humidity. يعني الرطوبة. تعالوا نقول المعاني. application. تطبيق. humidity. رطوبة. bracelet. يعني سوار. narration. فن الرواية. أو حكاية القصة. okay. number three. if you need to buy something. amazon can it. in just a few days. at where time. you know amazon. shopping online. على طول لما تفكر في شركة امازون. التسوق عبر الانترنت. okay. amazon can what. deliver. exchange. emphasize. involve. فكر معايا شركة امازون. can what. can deliver it. deliver it. يعني توصل. so. تعالوا ناخد المعاني. deliver. معناها يوصل. exchange. يتبادل. emphasize. يؤكد. involve. يشرك او يتضمن. okay. number four. good teachers. low achievers. with top students. in learning activities. okay. good teachers. المدرسين. الجيدين. low achievers. اللي هم طلاب الضعاف. with top students. مع الطلاب المتفوقين. in learning activities. في الأنشطة التعليمية. okay. تعالوا ناخد المعاني. أو تعالوا ناخد الإجابات. deliver. exchange. emphasize. involve. طبعا. good teachers. always do what. always involve. involve. يشركون. low achievers. مع top students. okay. involve. معنها يشرك. طيب. تعالوا ناخد المعاني. deliver. معنها يوصل. أو يسلم. exchange. يتبادل. emphasize. يؤكد. involve. معنها يشرك. okay. let's move on to number five. okay. what is a good way of communication in the past. كانت وسيلة جميلة وجيدة للتواصل في الماضي. كانت إيه ديا. إيه هي الوسيلة ديا. طيب. تعالوا ناخد الكلمات. number a. application. ولا humility. bracelet. ولا narration. على طول حنفكر في كلمة إيه يا شباب. الوسيلة جيدة للتواصل زمان. يبع على طول narration. اللي هي telling a story. حكاية القصة. يبع. narration was a good way of communication in the past. okay. ناخد المعاني بسرعة. وإحنا طبعا أريد عرفنا المعاني من الجمال السابقة. application. ها. والمعاية تطبيق. humidity. اللي هي الرطوبة. type bracelet. اللي هو السوار اللي بتلبس بالإيد. narration. اللي هو telling a story. اللي هو حكاية القصة. اوكي؟ وبكده يا شباب. اللهم لك الحمد. نكون خلصنا النمط الثاني من الأسئلة. مع الكلمات. وهو سؤال choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة. وعمل اللايك والشير. وتفعيل جرس التنبيهات. حتى يصلكم كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.